السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومتابعيكم في القناة مع المفيدة اللهم صلوا وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد أهلا بكم النهاردة ان شاء الله هنرض عليكم أهم الفوضى الصحية النهاردة ان شاء الله هنرض عليكم أهم أضرار الكرفة على القولون وأهم استخداماتها فتابعوا معنا ما هي حقيقة أضرار الكرفة على القولون تعدى الكرفة من البهارات الشائعة استخدامها نظرا لفوائدها المختلفة ولكن ما هي حقيقة أضرار الكرفة للقولون في هذا الفيديو سوف نتعرف على أهم الفواد الصحية للقولون وأيضا الأضرار السلبية على القولون من القرفة بعيدا عن المذاقة اللذيذ للقرفة والنكهة المميزة فإن إضافتها إلى نظامك الغزائي قد يكون مفيد لصحتك ولكن ما هي محاذير استخدامها وهل أضرار القرفة للقولون موجودة حقا؟ حقيقة أضرار القرفة للقولون لا توجد دراسات تكشف عن أضرار القرفة للقولون بل على نقيد ذلك هناك أبحاث ودراسات تبين فوائد القرفة للقولون بشكل خاص إضافة إلى فوائدها الصحية الأخرى مع العلم أنه قد يسبب استخدام كميات كبيرة من القرفة بعد الأثار الجانبية على الجسم بشكل عام وليس على القولون تحديدا أضرار القرفة الأخرى على الرغم من عدم التواصل إلى أبحاث تبين أضرار القرفة للقولون إلى أن هناك بعض الأثار الجانبية للقولون على الجسم بشكل عام فيما يأتي بعد الأثار الجانبية للقولون أولا التهيج والحساسية إن الاستخدام المكثف للقرفة قد يهيج الفم والشفاه ويسبب تقرحات انخفاض نسبة السكر في الدم يجب الانتباه عند تناول مكملات القرفة بشكل مستمر خصوصا بالنسبة لمرض السكري حيث يسبب فعالياتها في تقليل مستويات السكر في الدم يسبب هبوطا في السكر التعارض مع بعض العلاجات الدوائية إذ كنت تلتزم بتناول دواء معين بانتظام فليجر بك التحدث إلى الطبيب قد للبد باستخدام مكملات القرفة حيث يمكن أن تؤثر على طريقة عمل بعض الأدوية مثل المضادات الحيوية وأدوية القلب والأدوية المميع للدم إضافة إلى أدوية السكري عدم أمان استخدامها في فترة الحمل والرضاع نظرا لعدم وجود أدلة على سلامة القرفة فأنه يجب عن النساء المرضاعات والحوامل إضافة إلى الأطفال تجنب القرفة كعلاج التسمم يعد الكومارين هو أحد المكونات الموجودة في بعض أنواع القرفة ساما على الكبد إذ ذم استهلاكه بكميات كبيرة لذلك فمن المستحسن تجنب القرفة للمرضى الذين يعانون من الضرابات في الكبد وإليكم أهم الفواضي الصحية من القرفة للكولون لكن قبل أن تستخدمها يجب عليك استشارة الطبيب وهذا لاستخدام أكثر أمانا وخصوصا للمرأة الحامل والمرأة المرضى تعد القرفة من البهارات الفعالة في علاج مشكلات الجهاز الهضمي وخاصة المشكلات المتعلقة بالكولون حيث أنها تحد من أعراض متلازمة القولون العصبي وذلك من خلال تعزيزها لعملية الهضم والتخفيف من انتفاخ البطن وألامه والحد من الإسهال كما تساعد القرفة في حرق دهون البطن دراسات حول فوائد القرفة للقولون والجهاز الهضمي بعد أن توصلنا إلى عدم وجود دراسات تؤكد أضرار القرفة للقولون نذكر فيما يأتي الدراسات الداعمة لفوائد القرفة للقولون فعالية القرفة في الحد من سرطان القولون تشير الأبحاث إلى أن مركب سينيما مالديهيد الموجود في القرفة هو مثبت قوي لسرطان القولون والمستقيم إذ أجريت دراسة على الفئران ولوحظ فيها اكتساب خلايا الفئران القدرة على حماية نفسها من التعرض لمواد مسرطنة من خلال إزالة السموم والإصلاح في هذه الخلايا قدرة القرفة على التقليل من التهاب القولون وفقا لدراسة فإن القرفة تقلل من التهاب القولون إضافة إلى تقليلها من التهابات الخلايا اللي فيها المعاوية مما يساعد في انخفاض التليفات التي قد تصيب الجهاز الهضمي وسط نهاية الفيديو أتمنى الله عز وجل أن تكون استفدت فاضلا وعلى سامران اشتري في القناة ودعمنا بلايك لأسأل لكل جديد مفتنين إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته